بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية نستكمل اليوم أو في حلقة اليوم ما كنا قد بدأنا في شرح الأدب والنصوص ودرسنا اليوم عنوانه لك يا مصر الولاء والانتماء وهو نص نثري ومن فن المقال وكنا قبل كده تعرضنا لفن المقال واتكلمنا عن نشأة المقال في العصر الحديث والتطور اللي حصل في فن المقال وأشهر رواة فن المقال في العصر الحديث وكنا أسمنا فن المقال أو المقال إلى مدرستين مدرسة اسمها مدرسة المحافظين ولها سماتها المعروفة ومدرسة المجددين ولها سماتها المعروفة وكنا أخذنا مثالا على مدرسة المحافظين نص احترام المرأة والنهاردة إن شاء الله هنأخذ نص جديد كمثال على مدرسة المجددين ونص النهاردة عنوانه لك يا مصر الولاء والانتماء بنبدأ مع هذا النص اللي هو نص لك يا مصر الولاء والانتماء وبنعرف الأول أو بنتعرض لكاتب هذا النص كاتب هذا النص هو الأستاذ زكي نجيب محمود الأستاذ زكي نجيب محمود تيلسوف مصري وأديب مصري ولد سنة 1905 في بدايات القرن الماضي وتوفي في منتصف التسعينات من القرن الماضي يعني عاش حياة طويلة جدا وكانت مملوئة بالمشاركات الأدبية والفلسفية وله مؤلفات كثيرة ومؤلفات عظيمة في هذا المجال هو تخرج في كلية الأداب جامعة القاهرة وقسم الفلسفة وسافر إلى أوروبا وحصل على الدكتوراه وعاد إلى مصر وكانت ليه مشاركات كما قلت أدبية وفلسفية حتى قيل عنه أديب الفلاسفة أو فيلسوف الأدباء النص النهاردة اللي هو نص لك يا مصر الولاء والانتماء واضح من اسم النص أن الكاتب بيعرض فيه لمعنى كلمة الولاء ولأهمية الولاء والانتماء إلى الوطن وبيتكلم عنه ويفصل فيه القول كما سنرى في النص بنشوف بعد كده الجزء الأولاني من النص الكاتب يقول فيه إن سر الولاء هو أن الفرض الواحد يشعر من عمق وجدانه أنه لا يستطيع العيش وحده فريدا في هذا الكون الفسيح ويريد أن يجد آخر يتحدث معه ليوسع من وجوده فإذا وجد هذا الآخر تمسك به وأخلص له فالولاء يجعل وجودنا أغزر معنا وأوسع نطاقا وأدوم بقاء ويكون الولاء لله سبحانه وتعالى لأنه مالك يوم الدين ويكون للوطن الذي بغيره ينعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا أقرأ الجزئية مرة تانية لحضراتكم وإحنا كنا اتفاقنا أن بالزادة في النصوص بنقرأ الجزء أو النص مرتين على الأقل وقلت أن القراءة الجيدة للنص بتساعد على فهمه وبتساعد على إجابة الأسئلة المطروحة عليه الدكتور زكي نجيب محمود بيقول إن سر الولاء هو أن الفرد الواحد يشعر من عمق وجدانه أنه لا يستطيع العيش وحده فريدا في هذا الكون الفسيح ويريد أن يجد آخر يتحدث معه ليوسع من وجوده فإذا وجد هذا الآخر تمسك به وأخلص له فالولاء يجعل وجودنا أغزر معنا وأوسع نطاقا وأدوم بقاءا ويكون الولاء لله سبحانه وتعالى لأنه مالك يوم الدين ويكون للوطن الذي بغيره ينعدم أهم أركان الهوية في هذه الدنيا حنشوف بعد كده بعض معاني المفردات عندي كلمة سر المراد بيها خلاصة أو حقيقة والجمع أسرار عمق يعني داخل والجمع أعماق الولاء معناها الوفاء أو المناصر يعني الوفاء للوطن أو مناصرة الوطن وجدانه يعني نفسه وما تتأثر به النفس من لذة وألم أغزر يعني أكثر ومضادها أقل كلمة نطاق معناها أفق لو ذعبنا إلى شرح الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه هنقول إن الكاتب بيقول إن الإنسان ما يقدرش يعيش أو لا يستطيع أن يعيش بمفرده في هذا الكون الفسيح الإنسان كائن اجتماعي بطبعه يحتاج إلى غيره ليتعاون معه ويساعده ويقدم إليه الخدمات فالإنسان لا يعيش بمفرده فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده في هذا الكون الفسيح فعليه أن يوسع وجوده توسيع الوجود محتاج إلى أن الإنسان يجد الشخص المناسب فإذا وجد الإنسان هذا الشخص المناسب فعليه أن يتمسك به وأن يخلص له وأن يتعامل معه يبقى إذن الإنسان كائن أو مخلوق لا يستطيع أن يعيش بمفرده هو كائن أو مخلوق اجتماعي يعيش في مجتمع يختلط مع الآخرين يؤثر فيهم ويتأثر بهم يتعاون معهم يقدم له الخدمات والمعاونات ويحتاج إلى خدماتهم ومعاوناتهم حتى يتكون المجتمع فهو فرد من أفراد موجودين في هذا المجتمع الإنسان بيبحث عن الشخص الذي يتمسك به أو يتعامل معه فإذا وجد هذا الشخص فعليه أن يتمسك به هذا هو الجزء الأول أو المدخل لتعريف نعنى الولاء عند الدكتور زكي نجيب محمود شوف بعد كده سؤال بيقول ما أهمية الولاء في حياة الإنسان إجابة السؤال الولاء بيجعل وجودنا أغزر معنا يعني يجعل لوجودنا عمق ويجعل لوجودنا أغزر يعني أرسخ في المعنى وأوسع نطاقا وأدوم بقاء يبقى أهمية الولاء بحياة لنا الثلاث أمور دول أغزر معنا أوسع نطاقا أضمن أدوم بقاء سؤال بعد كده بيقول ما أوجب أنواع الولاء يعني ما أشد أنواع الولاء التي يجب على الإنسان أن يلتزم بها وأن يكون له لا نحوها ولا تام أوجب أنواع الولاء بيكون أولا لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى والولاء للوطن لأن الوطن هو المكان الذي نعيش على أرضه ونشرب من مائه ونأكل من خيره ونستضل بسمائه فلابد أن يكون بيننا وبينه ارتباط وإذا انعدم هذا الارتباط بينعدم أهم ركن من أركان الهوية يبقى إذن الانتماء أو أوجب أنواع الانتماء يكون إلى أمرين الأمر الأول إلى الله سبحانه وتعالى لأنه خالق يوم الدين ومالك يوم الدين وخالق الكون وما عليه والولاء إلى الوطن لأن الولاء إلى الوطن هو أركز أهم أنواع الولاءات بعد كده هنشوف بعض مواطن الجمال اللي موجودة في النص وبحب كل مرة لما أجي عند كل نص أتكلم عن مظاهر الجمال أن أنا في البداية أذكر دايما أن سؤال مظاهر الجمال بيكون يعني بذكر تذكير عام عن مظاهر الجمال إن هو ممكن يقول لي لون بياني أو محسن بديعي اللون البياني أو صورة البلاغية أو الخيال أو كذا إجابته بتكون حاجة من أربعة إما أنها بطلع تشبيه أو استعارة بنوعيها أو الكناية أو المجاز المرسل لو سألني وقال لي المحسن البديعي المحسن البديعي بيكون الطباق أو المقابلة أو الجناس إلى غير ذلك من أنواع المحسن البديعي اللي ممكن تظهر عندنا أثناء الشرح ودي نقطة مهمة جدا وبرضو هنأشير إلى أمر آخر أنا أشرت إليه في حلقات سابقة ولكن بحب دايما أشير إليه في بداية الكلام عن مظاهر الجمال إنه ممكن يسألني عن نوع الإسلوب نوع الإسلوب إما أنه بيبقى إسلوب خبري أو بيبقى إسلوب إنشائي والإسلوب الإنشائي بيبقى مبدوء بأمر أو ناهي أو استفهام أو نداء أو دعاء أو طلب يعني في العموم هو بيقول إيه إسلوب يفيد معنى الطلب لما بروح للإسلوب الخبري بيبقى جاي في إطار جملة إسمية أو جاي في إطار جملة فعلية وبيكون الهدف منه إفادة التقرير وإن الكاتب أو الشاعر عايز يوصلي معنى إن الكلام اللي هو بيقوله جاي في إطار الحقائق والمسلمات لو رجعنا إلى مظاهر الجمال اللي موجودة عندنا هلاقي إن أول مظهر من مظاهر الجمال بيقول إن سر الولاد إسلوب مؤكد بإنه إسلوب مؤكد بإنه يعني أداة التوكيد هنا إنه بعد كده بيقولي عمق وجدانه ودي استعارة مكنية صور الوجدان كأنه بئر له عمق بئر له عمق وسر الجمال التكسيم بكرر كلامي تاني في بداية الحلقة إن الاستعارة المكنية هي تشبيع حذف أحد بنحذف فيه منه المشبه به وبنجيب صفة من صفات هذا المشبه به علشان نقدر نفهم المراد هو هنا بيقول عمق وجداني العمق لا يكون إلا في البئر فهو هنا هو حقدر أقول إنه هو استعارة مكنية شبه الوجدان كأنه بئر له عمق وسر الجمال التكسيم لو صور بإنسان أو شبه بإنسان بيبقى سر الجمال التشخيص ولو شبه بغير ذلك بنقول سر الجمال التكسيم ودي حاجات بنبقى عارفينها وبنستعين بيها لما بنجاوب سؤال البلاغة أو لما بنجاوب السؤال عم ظاهر الجمال في النصوص الصورة اللي بعد كده بتقول وجودنا أغزر معنى برضو استعارة مكنية حيث جعل الوجود شيء له قيمة وسر الشيء مادة طبعا جعل الوجود كأنه شيء مادي له قيمة وسر الجمال هنا التكسيم زي ما قلت صورت بإنسان أو شبهت بإنسان يبقى سر الجمال التشخيص شبهت بحاجة تانية غير الإنسان يعني مادية أو شبهت بحيوان أو بغير ذلك بيبقى سر الجمال التكسيم الصورة اللي بعد كده بتقول يكونوا للوطن استعارة مكنية حيث صور الوطن كأنه شخص هنا بقى نخذ بنا عشان أن نقارن بين هوا من الصورة اللي قابليها صور الوطن كأنه شخص له ولاء وسر الجمال هنا التشخيص ليه قلت التشخيص لأن أنا قلت صور الوطن كأنه شخص أنا قبلي كده في الصورة اللي قبلي كده اللي هي عمق وجدانه أو وجودنا أخذر قلت التكسيم لأنه شبهه بجسم فبقول سر الجمال التكسيم بعد كده بيقول أركان الهوية استعارة مكنية حيث صور الهوية بأنها بناء له أركان وله أسس تقوم عليه كأنها بيت ليه أركان وليه أسس بتقوم عليه طيب سر الجمال هنا التكسيم ولا التشخيص على طول الإجابة بقت معروفة عندنا وتدربنا عليها بشكل جيد هو هنا بيشبه ببناء البناء جسم البناء مش إنسان يبقى سر الجمال التكسيم نشوف بعد كده بيقول في الجزء الثاني من النص بيقول ولو حللنا معنى الولاء على حقيقته وجدناه أساسا للأخلاق كلها لأنه ما من فعل يؤسس على القواعد الخلقية إلا وهو يتجه نحو غاية أردناها وأخلصنا لها وإذا كنا نتحدث عن الولاء للوطن فإن معناه هو دمج الذات الفردية في ذات أوسع وأشمل ليصبح الفرد جزءا من الأمة أو من الإنسانية جمعا ولكن هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه حتى وإن اقتضى الأمر تضحية بالروح وعلى هذا نقول أيكون الولاء والتضحية بدمائنا وأرواحنا لمصري أم لمصر يأتي الجواب في صوت قوي مملوء بالحب والفخر والاعتزاز لك أنت الولاء يا مصر حقر الفقرة مرة ثانية ونستمع إليها بانتباه وبإنصاط بيقول ولو حللنا معنى الولاء على حقيقته وجدناه أساسا للأخلاق كلها لأنه ما من فعل يؤسس على القواعد الخلقية إلا وهو يتجه نحو غاية أردناها وأخلصنا لها وإذا كنا نتحدث عن الولاء للوطن فإن معناه هو دمج الذات الفردية في ذات أوسع وأشمن ليصبح الفرض جزءا من الأمة أو من الإنسانية جمعا ولكن هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص واجب على الفرض أن يحميه حتى وإن اقتضى الأمر تضحية بالروح وعلى هذا نقول أيكون الولاء والتضحية بدمائنا وأرواحنا لمصري أم لمصر ويأتي الجواب في صوت قوي مملوء بالحب والفقر والاعتزاز لك أنت الولاء يا مصر بعض معاني المفردات الموجودة في الجزئية التي قرأناها قلمة يؤسس يعني يبنى دمج معناها خلط وامتزاج الذات يعني النفس وجمعها ذوات أو الذوال اقتضى تطلب تضحية معناها بذل النفس الإخلاص معناه الصفاء والنقاء عندي سؤال هنا بيقول علل الولاء أساس للأخلاق كلها الولاء أساس للأخلاق كلها إجابة هذا السؤال الكاتب قال إن كل فعل بيؤسس على القواعد الخلقية أي فعل إحنا بنعمله لابد أن يكون مؤسسا على قواعد أخلاقية له غاية وله هدف نريده ونريد أن نصل إليه يبقى الولاء أساس للأخلاق كلها لأن كل فعل يؤسس على القيم الخلقية إنما له غاية وله هدف نسعى إليه ونريده أن نصل إليه السؤال اللي بعد كده بيقول ما المقصود بالولاء للوطن ما المقصوده بالولاء للوطن إجابة السؤال بتقول إن الولاء للوطن هو دمج للذات الفردية ذات الفرد نفسه في ذات أوسع مجموعة أفراد بيعيشوا مع الوطن في الوطن يعني في ذات الوطن ذات أوسع وذات أشمل هي ذات الوطن يبقى أول نقطة في الولاء للوطن إن الإنسان بيدمج بيخلط بيمزج ذاته ونفسه ووجدانه وشعوره بذات أوسع اللي هي ذات الوطن لما بتحصل عملية الدمج هذه الدمج بين ذات الفرد وبين ذات الوطن بيستتبع ذلك نوع من الواجبات على الفرد هي إيه؟ إن إحنا يجب علينا أن نحمي هذا الوطن وأن نضحي في سبيله من أو من أجله بأرواحنا وأنفسنا يبقى يجب علينا التضحية من أجل الوطن بأرواحنا وأنفسنا الدمج ده له نتيجة يبقى أنا دلوقتي قلت المقصود بالولاء عندي دمج بين الذات الفردية ليه ذات الشخص أو الفرد في ذات أوسع وأشمل اللي هي ذات الوطن فإذا حصل ذلك يبقى يجب علي إن أنا أحمي هذا الوطن وأضحي في سبيله بكل شيء حتى بالنفس وحتى بالروح طيب النتيجة إيه؟ لما بيحصل هذا الدمج النتيجة إن بيجعل الإنسان جزء من هذا الوطن بيجعل الإنسان جزء من هذا الوطن بل إن الأمر بيتخطى ذلك لإن الإنسان بيبقى جزء من الإنسانية جمعا يبقى الولاء للوطن تاني الولاء للوطن هو إن الإنسان بيدمج ذاته الفردية في ذات أوسع اللي هي ذات الوطن بعد ما بيحصل هذا الدمج الإنسان بيجب عليه بيتحقق عليه أو بيجب عليه مجموعة من الواجبات ناحية هذا الوطن يجب عليه إنه يقوم بيها بكل إخلاص ناحية وطنه وإنه يدافع عن وطنه حتى لو تطلب ذلك أن يضحي بروحه وماله إذا حصل له ذلك الإنسان بيجد نفسه جزء من ذات الوطن بل إن الأمر بيتعدى ذلك إنه بيبقى جزء من الإنسانية جمعا نشوف بعد كده بيقول لي الولاء يحتاجوا إلى إيمان صادق به وضح ذلك الولاء بيحتاج إلى إن الإنسان يكون مؤمن بما يفعل ومؤمن بإخلاص ومؤمن بصدق بما يفعل طب وضح ذلك تعالوا نشوف مع بعض قال لي لأن هو نفس إجابة السؤال اللي فات بس صغر السؤال مختلفة هو بيقول بأنه بيجعل صاحبه مندمج مع الوطن ومندمج مع الإنسانية وده بيستوجب عليه التضحية في سبيل ذلك الوطن التضحية بكل غال وبكل نفيس في سبيل وطنه الذي يعيش على أرضه ويشرب من مائه ويأكل من طعامه ويستضل بسمائه وينعم بالأمن والأمان في ظلاله السؤال اللي بعد كده هو بيقول بما نجيب إذا خيرنا أن يكون ولاؤنا وإخلاصنا لمصري أم لمصر إجابة هذا السؤال واضحة وصريحة والكاتب أشار إليها في أثناء حديث سؤال يكون جوابنا بكل فخر وبكل اعتزاز أن إن ولاءنا لك أنت يا مصر يبقى الولاء دائما لابد أن يكون للوطن مصر بعد كده بعض مظاهر الجمال اللي موجودة في هذا النص الكاتب بيقول ولو حللنا معنى الولاء خلاص إحنا قدرنا يعني استوعبنا وفهمنا معنى الاستعارة المكنية وحضراتكم أكيد ملاحظين إن الاستعارة المكنية لعلها من أكثر الصور الجمالية والخيالية اللي بتظهر عندنا والاستعارة المكنية هو بيحسف المشبه به ويأتي بصورة أو بصفة من صفاته وأشرنا إليها في كل الحلقات السابق فهو بيقول هنا ولو حللنا معنى الولاء طبعا هنقول إنها استعارة مكنية صور معنى الولاء كأنه شيء مادي قابل ليه التحليل يعني ممكن يتحط في معمل ويحلل تحت الميكروسكوب أو كذا له أجزاء يمكن أن تحلل يبقى هنا سر الجمال التشقيص ولا التكسيم سر الجمال التكسيم لأنه شبهها بجس بعد كده بيقول دمج الذات الفردية استعارة مكنية جعل الذات الفردية كأنها الذات يعني النفس زي السابق وأشرنا في معاني المفردات هو هنا يبقى إذن صور النفس كأنها شيء مادي يمكن أن يدمج ويمكن أن يمزج وسر الجمال التكسيم السؤال اللي بعد كده أو الصورة اللي بعد كده بيقول فيها وهذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه استعارة مكنية طبعا صور الدمج كأنه شيء مادي مستحق للعماية وبيقول هذا الدمج إذا صدر عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه هيحمي إيه؟ هيحمي هذا الدمج طيب هل الدمج ده هو شيء مادي يحمى قال لك أنه بناء كأنه بيت كأنه شيء ينبغي على الإنسان أنه يحميه يبقى هنا سر الجمال التكسيم ولا التشخيص سر الجمال التكسيم بعد كده بيقول إيه؟ لك أنت الولاء يا مصر أنا عندي هنا يعني في كلمة لك أنت الولاء يا مصر يعني إحنا ممكن نتكلم عن جزئيتين فيها الجزئية الأولانية وهناخد بنا من النقطة دي لأنه حتظهر عندنا في بعض النصوص اللي هندرسها بعد كده عندنا نصوص شعرية هندرسها بعد كده نص ذكريات ونص عودوا إلى مصر في هذين النصين هتظهر عندنا الجزئية اللي هأشير إليها الآن وإن شاء الله برضو لما بنعرض إليها من خلال النصين سوف أشير إليها مرة أخرى من باب التذكير إيه هي الجزئية دي هي؟ إن عندي أنا أحيانا في أسلوب اسمه أسلوب القصر وأسلوب القصر ده لي صياغ ولي صور منها مثلا ما وإلا عم يقوله وما محمد إلا رسول ما حضر إلا علي هنا ما وإلا فبقول عليه اسلوب قصر بالنفي والاستثناء يعني أنا نفيت حضور أي حد إلا علي يبقى كإن بقول حضر علي فقط فبقول عليه اسلوب قصر بالنفي والاستثناء أو أدواته النفي والاستثناء ودائما أسلوب القصر بيفيد التقصيص وبيفيد التوكيد منها برضو إنما إنما الطالب المكتهد فائز دائما مثلا برضو أسلوب قصر بإنما ومنها تقديم الجار والمجرور إن أنا بصدر كلامي أو ببتدي في كلامي بالجار والمجرور وبيبقى الأصد من هذا هو التخصيص والتوكيد فأنا لما بيقول لي لك أنت الولاء يا مصر لك أنت الولاء يا مصر كأنه عايز يقول كده أنا لو ركبت الجملة بشكلynة أنا أقول الولاء لك أنت يا مصر الولاء لك أنت وطبقى الولاء مبتدأ وكمل بقيت الجملة الإعراب بتاعه فهو بيقول لي لك أنت الولاء فلك لو بصنالها هل evaluations福 negligee إنه هو ابتدأ بالجار والمجرور وتقديم الجار والمجرور هنا أسلوب قصر نتذكر المسألة دي كويس جدا لأنه زي ما قلت لحضراتكم هنحوض وحتضع قدامنا أكتر من مرة بعد كده فهو بيقول لما بيقول لكن تقديم الجار والمجرور يفير التخصيص يعني لك أنت فقط يا مصر ده كمان أكدها بالضمير اللي جاي بعد كده هو يعني يقصد مصر فقط لك أنت الولاء يا مصر طيب لما قال يا مصر أي نداء لغير الإنسان قول على استعارة مكنية يعني لما قول يا محمد ده نداء حقيقي إنما لما قول يا مصر هنا هو بينادي غير إنسان أي نداء لغير الإنسان يا طائر الفردوسي مثلا في النص اللي خدناه قبل كده هو اللي هو نص عصفور الجن هو بينادي على الطائر في أي نداء لغير الإنسان حضرتك مباشرة وعلى طول بتقول استعارة مكنية صور الحاجة اللي موجودة قدامك ده سواء بقى أي أن كان الشيء اللي موجودة قدامك وهنا موجودة عندنا بيقول يا مصر فهنا صور مصر كأنها إنسان يستمع إلى النداء ويرد عليه هنقرر القاعدة هنا ونقول فيها إن إذا وجدت الأسلوب لقدامك في نداء لغير الإنسان إذن على طول وفورا هتقول إن النداء هنا أو هتقول استعارة مكنية صور كذا اللي هو المنادى اللي موجودة قدامك بإنسان يستمع إلى النداء ويرد عليه فهنا لما أقول يا مصر أطبق التلام لأنا قلته استعارة مكنية صور مصر كأنها إنسان يستمع إلى النداء ويرد عليه كمان في يا مصر حاجة اسمها أسلوب إنشائي وأنا أشرت إليه في صدر حديثي وفي بداية الكلام في أول هذه الحلقة وقلت إن أنا عندي نوعين من الإسلوب إسلوب إنشائي وإسلوب خبري والإسلوب الإنشائي بيبتدي بما يفيد الطلب الأمر والنعي والإستفهام والنداء والدعاء والتمني حلاحظ إنه هو إنه ابتدى بالنداء فده إسلوب إنشائي وخد نخبنا جدا لإن برضو حيظهر فيه النصوص اللي جاية إسلوب إنشائي كتير يبقى إسلوب إنشائي نوعه نداء والغرض من النداء هنا التعظيم الغرض من النداء هنا لإيه التعظيم يبقى لكي أنت الولاء يا مصر جملة أو تعبير فيه أكتر من شكل من الأشكال الجمالية اللي أنا ممكن أعف أمامها بالتحليل والدراسة الجملة اللي بعد كده بيقول لي أنه ما من فعل إسلوب مؤكد بإن إسلوب مؤكد بإن بعد كده هو هنشوف مجموعة برضو من الأسئلة حول النص حول النص ولابد أن تضع في اعتبارك عزيز الطالب عزيزات الطالبة إن أثناء السؤال في النصوص يعني هو بيجيب قطعة من النص الناثري أو عدة أبيات من النص الشعري وبيسأل حولها في بعض الأمور منها إنه بيسأل في معاني المفردات اللي هو المعنى والمضاد والجمعة أو المفرد أو غير ذلك وبيسأل سؤال حول معنى القطعة أو الأبيات اللي موجودة أمامك ثم بيسأل بعد ذلك سؤال حول مظاهر الجمال ثم بعد ذلك بيسأل سؤال حول النص عموما اللي هو بنجد أحيانا في بعض النصوص كاتب كده في نهاية النص التعليق وبيجي في التعليق بيكلم عن نوع النص والجنس الأدب اللي هو منه سمات شخصية الكاتب والموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية الخصائص العامة للمدرسة اللي بينتمي للكاتب إلى غير ذلك ففي الغالب بيأتي سؤال حول نقطة من هذه النقاط في داخل سؤال النصوص يعني من ضمن الأسئلة اللي ممكن تأسئل فيها لا يقول إيه ما سمات شخصية الكاتب اللي هو السؤال اللي موجود قدام أدركه فألاقي إن الإجابة بتقول وطني مخلص صادق في حبه لوطنه الكاتب هنا بعد ما أقرأ النص بعد رستقلص هذه النقاط الثلاث إنه محب لوطنه وإنه مخلص لهذا الوطن وإنه صادق في هذا الحب لهذا الوطن وده اللي أنا بقدر استنتجه من خلال قراءة للنص سؤال بعد كده بيقول ما سمات أسلوب الكاتب وهنا برضو عايزة أفرع حضراتكم بين إنه يسألني ما سمات أسلوب الكاتب وبين ما سمات الشخصية سمات الشخصية زي ما قلنا بتبقى سمات عامة للكاتب وطني مخلص صادق محب الوطن إلى آخر سمات الأسلوب يعني بنظر بقى للنص نفسه تكلم عن الألفاظ تكلم عن الصور الجمالية بتكلم عن الأفكار هل الأفكار مرتبة ولا لا بتكلم عن الأساليب اللي هو استخدمها إلى آخره يعني سمات الأسلوب أنا بتكلم عن النص من حيث الألفاظ ومن حيث الخيال ومن حيث العبارات ومن حيث ترابط الأفكار الأساليب التي استخدمها يبقى دي اسمها إيه؟ سمات أسلوب الكاتب هناك فرق في السؤال ما بين سمات أو خصائص سمات شخصية الكاتب أو خصائص شخصية الكاتب وبين لما أسأل عن الأسلوب بتاع الكاتب أو أسلوب الكاتب الذي يستخدمه في الكتابة لما بندرس أسلوب بعض الكتاب أنا أحيانا من خلال قراءتي المتعددة لأسلوب كاتب من الكتاب من الممكن أن نتعرف على هذا النص وقول النص ده للدكتور ساكن أجيب محمود أو للدكتور طاعسين أو للأستاذ مصطفى لطف المنفلوطي من خلال قراءتي للنص ومن خلال من غير ما يقول لي اسمه طب عرفت منين لأن عارف أن هذا الكاتب أو أستاذ المنفلوطي مثلا أو الدكتور طاعسين أو دكتور ساكن أجيب محمود له سمات معينة أثناء الكتابة بتظهر عنه عندما أجدها متوفرة في هذا النص بعرف أن هذا أثر هذا الكاتب العظيم اللي معايا النص بتاوي فما سمات أسلوب الكاتب موجودة عندي بيقول أسلوبه سهل أسلوب الكاتب أسلوب سهل ألفاظه معبرة عن المعادي التي يريدها والصور الجمالية أيضا معبرة هللاحظ كمان أن الصور الجمالية مش كتير قوي يعني احنا لو عملنا مقرمة بينه وبين أسلوب الأستاذ المنفلوطي اللي هو بيغلب عليه الجانب العاطفي هتجد أن الصور الجمالية بتبقى زايدة أو موجودة بكثرة عند الأستاذ المنفلوطي على عكس الدكتور زكي نجيب محمود يبقى الأسلوب سهل ألفاظه معبرة وموحية عن المعاني التي يريدها الكاتب وفي نفس الوقت الصور الجمالية معبرة بعد كده عندي سؤال بيقول لي علل جاءت معظم أساليب الكاتب في النص الخبرية وفرأت من الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي الأسلوب الخبري بيبقى السياق سياق جمل اسمية أو جمل فعلية وحطت قاعدة للأسلوب الخبري حجاوب من خلالها هنا وقلت أن الكاتب عندما يستخدم الأسلوب الخبري هو يريد أن يوصل إلي أن ما يورده من أفكار على أنه حقائق مسلم بي لا تقبل الجدال يبقى إجابة السؤال ده هقول جاءت مع معظم أساليب خبرية لإفادة التقرير التقرير يعني التأكيد على أن هذه الأفكار هي إيه حقائق معبر عنها السؤال بعد كده بيقول ما الجنس والأدب الذي ينتمي إليه هذا النص إحنا اتفقنا أننا عندي شعر وعندي نثر الجنس الأدبي نثر والنثر بيندرك تحت مجموعة من الأنواع الأدبية زي القصة وزي المسرحية وزي المقامة إلى آخره وزي المقال والمقال إحنا درسناه هذا العام وموجود عندنا في الأدب يبقى النوع الجنس الأدبي نثر والنوع المقال يبقى هنا هو اسمه أنا قلت إيه المقال وبعد كده السؤال بعد كده بقول ما المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الكاتب وما خصائصه إحنا وإحنا بنتكلم في بداية شرحنا عن المقال في حلقة سابقة قلنا إن كنا تكلمنا عن تعريف المقال وعن أنواع المقال وتقسيم المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن ضمن الكلام اللي قلناه إن أنا عندي مدرستين في المقال عندي مدرسة اسمها مدرسة المحافظين وعندي مدرسة اسمها مدرسة المجددين في فن المقال وكنا درسنا نص الأستاذ المنفروطي النص السابق له نص اعترام المرأة ده ممثل لمدرسة المحافظين يبقى كده بقى ضرفا من الإجابة بتاعتي إن المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الكاتب هي مدرسة المجددين نشوف بعد كده خصائص هذه المدرسة يبقى المدرسة التي ينتمي إليها هذا النص هي مدرسة المجددين خصائصها إيه المدرسة ده هي؟ خصائصها واحد الاهتمام بالموضوعات السياسية والاجتماعية عندهم ارتباط كبير جدا بالمجتمع وبيشوفوا الأضايا التي تهم المجتمع سواء كانت أضايا سياسية أو أضايا اجتماعية وبيتكلموا عنها كمان بيمتازوا بالوضوح والدقة والترسل بيمتازوا بغلبة الاتجاه الفكري ليه غلبة الاتجاه الفكري؟ لم يمكن نسأل سؤال هنا أقولك علل امتياز أو تمتاز مدرسة المجددين بغلبة الاتجاه الفكري الإجابة بكلمتين لنظرة لتأثرهم بالغرب معظمهم درس في الغرب أو كان بيعرف أكتر باللغة فقرأ في الأدب الأجنبي بلغته الأصلية فدأثر في الأسلوب بعد كده الميل إلى السهولة والتحليل والبص يبقى قدرت عرف كده وجودت على السؤال ايه المدرسة الأدبية اللي بينتمي إليها الكاتب وإيه خصائص هذه المدرسة الأدبية بعد كده عندي سؤال بيقول إلى أي نوع من أنواع المقال ينتمي النص من حيث الشكل أنا أسمت المقال قبل كده برضو بذكر حضراتكم أسمت المقال من حيث الشكل ومن حيث المضمون من حيث الشكل المقال بيبقى عندي مقال طويل وعندي مقال قصير ومن حيث المضمون اللي هو كنا بنتكلم وقلنا أن فيه مقال علمي ومقال أدبي ومقال علمي متأدب طيب إلى أي نوع من أنواع المقال ينتمي هذا النص من حيث الشكل هنقول المقال الايه المقال القصير يعني أقل من صفحتين يمكن من المقال بيبقى من صفحتين إلى 12 صفحة فعشان كده احنا قلنا أنه هو مقال قصير ومقال ايه ومقال طويل فالنص هنا لما هو وصي إليه فاعرف على طول فورا أنه هو بينتمي إلى النوع الأول اللي هو المقال القصير وهذا من حيث الشكل سؤال بعد كده أو بعد كده بننتقل إلى مدرسة جديدة اسمها مدرسة المهاجر يبقى احنا كده انتهينا من الكلام عن نص لك يا مصر الولاء وأخذنا هذا النص كممثل لمدرسة المجددين في فن المقال ومن خلال النص قدرنا نعرف سمات هذه المدرسة وخصائصها واسلوبها وطريقتها في الكتاب حننتقل بعد كده إلى نص شعري بينتمي إلى المدرسة الرومانسية وأنا سبق وأشارت في حلقة سابقة أن المدرسة الرومانسية هي مدرسة بيندرج من تحتها ثلاثة جماعات أو نقدر نقول ثلاثة ثلاث مدارس بيندرج تحتها ثلاث جماعات وثلاث أو نسميها نقدر نسميها ثلاث مدارس قلت عندي جماعة الديوان وتعرضنا لها ونحن نشرح نص طائر أسخور الجنة وعندي الجماعة الثانية أو المدرسة الثانية اللي هي مدرسة أبولو وتعرضنا لها في نص العودة وعندي المدرسة الثالثة أو الجماعة الثالثة اللي هي مدرسة المهاجر واضح من اسم المدرسة مدرسة المهاجر أنه هما مجموعة من الأدباء أو من الأدباء والشعراء الذين هاجروا من الوطن العربي إلى أين هاجروا؟ هاجروا إلى الأمريكتين هاجروا إلى الأمريكتين وده عنوان سؤالي أنا يعني في الأول هو بقول بل مقصود بمدرسة المهاجر مدرسة المهاجر هما مدرسة أو مجموعة من الأدباء هنشوفها موجودة قدامنا بيقول ايه يقصب بها الانتاج الادبي للشعراء الذين هاجروا من بلاد الشام وبخاصة اللبنان الى بلاد المهجر اللي هي امريكا الشمالية وامريكا الجنوبي مجموعة من الادباء ومجموعة من الشعراء توفرت مجموعة من الاسباب هنعرفها الان ادت الى انهم يتركوا وطنهم وهم معظمهم من بلاد الشام وبخاصة من لبنان ادت الى انهم يتركوا اوطانهم وانهم يهجروا الى بلاد المهجر وتحديدا هنتكلم عن امريكا الشمالية وعن امريكا الجنوبية طيب السؤال بعد كده ما الاسباب التي دفعت شعراء مدرسة المهاجر الى الهجرة همش هسيبوا وطنه ويخرج الناس كانوا بتحبوا وطنه وده هيظهر في القصيدة اللي موجودة معانا هيظهر في القصيدة اللي ندرسها او نتعرض لها اليوم ان شاء الله انه كان عندهم حنين شديد جدا لاوطنهم وحب شديد وجدا وصادق جدا لاوطنهم اذا هناك اسباب دفعت هؤلاء الناس الى ترك هذه الاوطان والهجرة سواء الى امريكا الشمالية او الى امريكا الجنوبية فالسؤال ما الاسباب التي ادت او التي دفعت شعراء مدرسة المهاجر الى ترك بلدانهم والهجرة الى امريكا الشمالية او الجنوبية هنشوفوا الاجابة مع بعضينا بنقول هناك اسباب متعددة دفعت شعراء مدرسة المهاجر الى ترك بلادهم والهجرة من واحد للطهاد السياسي شعرهم بنوع من الاطهاد السياسي قال لهم يتركوا هذه البلاد ويمشوا الصراع المذهبي والديني الفقر والتطلع للحرية والكسب وبنا عندي ثلاث اسباب موجودين اهم للطهاد السياسي الصراع المذهبي والديني الفقر والتطلع الى الحرية والتطلع الى الكسب هذه الاسباب جميعا مجتمع او منفردة ادت الى ان هؤلاء الناس يتركون بلدانهم ويهاجرون بحثا عن الحرية بحثا عن الكسب المادي بحثا عن البعد عن الاطهاد السياسي الى غير ذلك ايا كان السبب الذي ادى الى خروجهم فهم في النهاية خرجوا الى بلاد امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وهناك في امريكا الشمالية وفي امريكا الجنوبية تكونت مدرستان يعني انا عاجل تحت مدرسة المهجر واعمل واحد واثنين هقول في امريكا الشمالية تكونت مدرسة او جماعة وفي امريكا الجنوبية تكونت مدرسة او جماعة طيب ايه هما نشوف مع بعضين تكون من الشعراء المهاجرين مدرستان ادبية ماهما هنقول المدرسة الاولانية اسمها الرابطة القلمية مدرسة الاولانية اسمها الرابطة القلمية اين تكونت مدرسة الرابطة القلمية او اين وجدت تكونت في نيويورك في امريكا الشمالية امتى سنة 1920 يبقى دي المدرسة رقم واحد او الجماعة رقم واحد التي تفرعت عن المدرسة الاساسية او عن الجماعة الاساسية اللي هي جماعة المهاجر طيب التانية اسمها ايه اسمها العصبة الاندلوسية العصبة الاندلوسية نشأت وتكونت في البرازيل في امريكا الجنوبية متى عام 1933 سؤال اللي بعد كده بيقول هنتكلم الاول عن مدرسة او جماعة الرابطة القلمية من رائد جماعة الرابطة القلمية من رائد جماعة الرابطة القلمية ومن فيلسوفها ومن امير شعرائها وما اهم خصائصها وانا عندي او سمتها عندي اربع جزئيات في السؤال الجزئية رقم واحد رائد هذه المدرسة الجزئية رقم اثنين من امير شعرائها الجزئية رقم ثلاثة من فيلسوفها وما السمات الخاصة بهذه المدرسة هنشوف مع بعض كده هو بيقول لي رائد هذه المدرسة هو جبران خليل جبران جبران خليل جبران ناخد بالنا من الاسماء دي جدا لانه ممكن يسألني فيها اكمل او يسأل من رائد مدرسة كذا فلازم اكون عارف لانها نوعية من الاسئلة يكون عارف يكون مش عارف فبيقول لي من رائدها او رائدها جبران خليل جبران طب من امير شعرائها امير شعرائها اليه ابو ماضي اللي هو معنا النص بتاعه ان شاء الله وانا تعرض ليه وبالشار ومن فيلسوفها فيلسوفها اسمه ميخايل نعيما السمات المدرسة هنقول مالت هذه الجماعة الى التجديد مالت الى التجديد الذي وصل الى المغالاة المغالاة يعني انهم زودوا في هذا التجديد وتجاوزوا في هذا الايه التجديد والثورة على الشعر التقليدي والابتعاد عن الثقافة العربية الاصيلة يبقى خلاصة الامر في مدرسة المهاجر او في هذا الجزء الذي شرحناه من مدرسة المهاجر ومجموعة من الشعراء تركوا بلادهم بلاد الشام لاسباب مختلفة وتوجهوا الى امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وهناك نشأت من تحت هذه الجماعة مدرستان مدرسة الرابطة القلمية نشأت في نيويورب ومدرسة العصبة او جماعة العصبة الاندلوسية وهذه نشأت في البرازيل في امريكا الجنوبية وان شاء الله لنا عودة الى هذه المدرسة نستكمل الحديث عنها وفي النهاية على موعد بلقاء في حلقة جديدة وشكرا لكم